مساء الخير سادت الأجواء المستقرة والمشمسة في عموم مناطق المملكة وبلغت درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمان بحدود 26 درجة مئوية نلاحظ بصور الأقمار الاصطناعية خلو سماء المملكة وفلسطين من السحب أما عن الطقس الليلة في عمان يكون الطقس بارداً بوجه عام وتصل درجة الحرارة لغاية 14 درجة مئوية ونسبة الرطوبة تصل لغاية 70% أما عن الطقس خلال أيام القادمة في المملكة غداً الجمعة الطقس معتدل إلى حار نسبياً في باقي المناطق وتصل درجة الحرارة لغاية 25 درجة مئوية تنخفض ليلة لغاية 16 درجة مئوية أما عن يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة وعودة الأجواء الحارة نسبياً في مختلف المناطق وتصل درجة الحرارة لغاية 29 درجة مئوية تنخفض ليلة لغاية 18 درجة مئوية أما عن يوم الأحد تتأثر المملكة بأول كتلة هوائية حارة هذا العام وننصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس تصل درجة الحرارة لغاية 34 درجة مئوية تنخفض ليلة لغاية 23 درجة مئوية والآن ننتقل معكم إلى درجات الحرارة في المحافظات والمدن الأردنية ونبدأ من شمال المملكة بإربد الليلة 16 غدا 26 عجلين بتوصل لغاية 25 جرش 27 والأجواء صافية المفرق بتوصل لغاية 27 درجة مئوية الزرقاء الليلة 15 وغدا 27 والأجواء صافية أما عن الصلط ومادبة تصل لغاية 26 درجة مئوية ومطار الملكة عليها لغاية 27 درجة مئوية والأجواء مشمسة وصافية أما البحر الميت الأجواء دافئة تصل لغاية 35 درجة مئوية الطفيلة والكارك 25 درجة مئوية ليوم غد والأجواء مشمسة وصافية أما عن معان بتوصل لغاية 30 درجة مئوية الأجواء دافئة والعقبة بتوصل لغاية 35 درجة مئوية والنهاية بتكون برويشد تصل لغاية 32 درجة مئوية ملخص الطقس في المملكة الطقس بارد نسبيا الليلة والأجواء معتدلة ليوم الجمعة وكتلة هوائية حارة تبدأ من يوم الأحد من المحلية العالمية ننتقل إلى درجات الحرارة لمدن والدول حول العالم اشتركوا في القناة